اصبع حافل بالفعاليات الداعمة لفلسطين شادته مدينة مانشستر البريطانية فعلى مدار الاسبوع نظم مناصر القضية الفلسطينية فعاليات بهدف توعية المجتمع بحقيقة ما يحدث على الارض في فلسطين وانطلقت مسيرة جابة شوارع وميادين مانشستر حيث شارك بها عدد من الجمعيات المناصرة لفلسطين اضافة لعدد كبير من الطلاب انا هنا كفلسطيني فقط لدعم كل من يشارك في الاحتجاج والناس هنا ليسوا حتى من فلسطين لكنهم يرون الحقيقة وكما يتضح من خلال الحقيقة التي تم الكشف عنها فيما يتعلق بما يحدث في فلسطين والاحتلال الذي يجري هناك لذلك كما ترون خلفي الطلاب يحتجون ويسمعون اصواتهم المسيرة انطلقت من امام جامعة منشستر ومرت بعدد من نقاط الاعتصام الطلابي ثم استقرت باحد الميادين الرئيسية وردد مشاركون هتفات تطالب وقف فوري لإطلاق النار في غزة قصف العوائل والاطفال يوما بعد يوم اعتقد ان الاسرائيليين متعلمون ويحظون برعاية خاصة وهم على بعد عشرين دقيقة فقط من غزة من الضفة الغربية ويمكنهم سماع القنابل وهم يدركون ان الناس على الجانب الاخر جائعون ومشردون وهم يشعرون بالفخر لانهم يقتلون الناس الابرياء يوما بعد يوم الجرائم التي ترتكف في فلسطين مروعة والتي تقوم بها القوات الاسرائيلية بمساعدة المستوطنين ونحن هنا لتجيع الناس على الوقوف مع القضية ضد هذا الاحتلال لاننا نؤمن بحرية الشعوب وفيما رفع المشاركون اعلام فلسطين طالب انوظمون مسيرة بتحفيز الهمم ومواصلة فعاليات دعم فلسطين حتى ينال شعبها حريته كما طالبوا حكومات الغرب بوقف كافة اشكال الدعم لحكومة الاحتلال اسبوع حافل بالفعاليات الداعمة لفلسطين في مدينة منشستر ومسيرة تجوب الشوارع الرئيسية للمطالبة بوقف فوري لاطلاق النار في غزة محسن حسني تلفزيون فلسطين لندن